إطار التفسيق إذا ما توافق مع السيد الصدر في الدخول ككتلة واحدة وفق هذه المعطيات الوساطة ربما صحيح ستكون هناك أغلبية شيعية وستنجز قضية الحكومة لكن في نفس الوقت كيفية معالجة الأزمات القادمة أساسا حركة تشرين وتدورات الناس ظهرت من أجل مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية وهذه الأحزاب هي في السلطة فمن الذي تغير؟ المبادرة الأخيرة مبادرة الحنانة هدفها الأساس هي بمثابة بادرة حسنية من قبل الأكراد والسنة بعد أنه اتهموا فيما سبق باعتبارهم يساهموا في شق الصف الشيعي وهذه المبادرة تحاول لملمة هذا الصف ولكن نعتقد أنه التيار الصدري متمسك بفكرة الأغلبية السياسية ومقابل ذلك الإطار التنسيقي مصمم أما يذهب مجتمع للحكومة أو يذهب مجتمع إلى المعارضة اليوم معظم القوى السياسية الفعالة تسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية هذه الحكومة الأغلبية تستطيع من خلال شخصها أن تعمل لمدة أربع سنوات قادمة أعتقد العراقيون وحتى الكتل السياسية شعرت بأنه التوافقية خلال السنوات الماضية لم تجدوا نفعا يفترض أن يذهبون مع الأغلبية لأن الأغلبية هي من يحقق حقيقة كتلة سياسية كبيرة قادرة على اتخاذ القرارات أنا أتوقع في الأيام القليلة التي حددها الدستور سيكون تسمية رئيس الجمهورية وبالإضافة إلى تكليف رئيس وزراء بالفترة المقررة وكمال الكابينة للوزارية برمتها تم تخشية من أنه إذا ما اشتركت جميع في الحكومة القادمة للمرحلة الأربع سنوات القادمة ستكون هناك إشكالات سياسية وقد يكون عمر هذه الحكومة قصير وبالتالي أيضا الجميع يخشى من ردة فعل الشارع التي هي طالبت الذين طالبوا بانتخابات مبكرة ترجمة نانسي قنقر